من جديد عادت الى الواجهة مسألة تجذيب الكابينة الوزارية واجراء اصلاحات شاملة وتعديل البرنامج الحكومي خصوصا مع دعوة رئيس الوزراء قادة الكتل السياسية للتشاور والخروج برؤية مشتركة هذه الدعوة لاقت ردود افعال متباينة من قبل الكتل السياسية حيث اكد اعضاء في اتلاف دولة القانون ان رئيس الوزراء سيكثف مشاوراته مع الكتل السياسية خلال الايام المقبلة وسيطبق معايير المهنية والخبرة والكفاءة على اختيار الوزراء الجدد السيد العبادي سيكثف مشاوراته مع الكتل ومع الاطراف كافة وسيطبق معايير المهنية ومعايير الخبرة والكفاءة على الوزراء البدلاء لان فعلا هناك على الاقل خمس ست وزراء استقالوا وزراءهم الان وزراء فارغة والوكلاء يديرون هذه الوزراء ائتلاف المواطن بينا من جانبه ان على رئيس الوزراء أن يوضح ما هي المسارات الجديدة لعملية الإصلاح التي ينوي إجراءها وأن لا يدخل البلاد مرة أخرى في أزمة سياسية وإصلاحية دون أن يكون هناك برنامج واضح وصريح مؤكدين أنهم لا يريدون أن يعودوا إلى الفوضى التي سادت في الأشهر السابقة أما التحالف الكردستاني فقد أشار عدد من أعضائه إن أي حديث عن إجراء وتغيير وزاري جديد هو مضيعة للوقت وليأتي بفائدة تذكر للمواطن على سيد العبادي أن يوضح ما هي المسارات الجديدة في عملية الإصلاح والتي جزء منها عملية التصحيح الحكومي ولا يدخل البلاد مرة ثانية في أزمة سياسية وفي أزمة إصلاحية وأن صحة التسمية دون أن يكون هناك برنامج واضح وصريح لا نريد مرة ثانية أن نرجع إلى الفوضى التي كانت في الأشهر السابقة مقترح جديد لتغيير وزاري تغيير الوجوه والأشخاص في الوقت الحالي أعتقد فيها ضياع للوقت ونحن بحاجة إلى تكاتف وأيضا إلى بذل جهود أكبر في الوقت المتباقي من الدورة البرلمانية والدورة الحكومية لتقديم الأفضل للمواطن العراقية من ناحية الأمن من ناحية تقديم الخدمات من ناحية تحسين المعيشة مراقبون السياسيون تحدثوا عن أن رئيس الوزراء وضع نفسه في موقف محرج لأن الحديث عن إجراء أي محاولة إصلاحية أو خوضها تقف أمامها إرادات سياسية تضع مصلحتها أمام مصلحة المواطن مبينين أن هذه المشاورات السياسية هي للاستهلاك الإعلامي وكسب الوقت هذه المشاورات التي يتم الحديث عنها حقيقة بتقديرها للاستهلاك الإعلامي ولكسب الوقت لا يمكن من خلال الحديث عبر أجهزة الإعلام أن تكون هناك عملية إصلاحية نحن في العراق بحاجة إلى عملية إصلاحية ليس في تغيير هذا الوزير أو ذاك الوزير نحن بحاجة إلى عملية إصلاحية في بنية النظام المؤسساتي الذي ينخر فيه الفساد كتلة الأحرار وفي تصريح للحرة أكدت دعمها لأي خطوة باتجاه الإصلاح خصوصا إذا كانت تهدف إلى إعادة النظر بالبناء الهيكلي لمؤسسات الدولة وتجديب الكابينة الوزارية موفق مجيد الحرة بغداد